كيف يشك الملحدون في وجود الله أم كيف يمتر المشركون في توحيده وأدلة وجوده ظاهرة وبراهين توحيده باهرة فالله تعالى هو الحق المبين والمبين هو الذي لا يخفى فالباري جل ثناؤه له من الأفعال الدالة عليه ما يستحيل معها أن يخفى والمبين هو البين الملكوت والربوبية البين أمره في الوحدانية وأنه لا شريك له وصدق من قال وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد قال تعالى ويعلمون أن الله هو الحق المبين أي ويعلمون يومئذ أن الله هو الحق الذي يبين لهم حقائق ما كان يعدهم في الدنيا من العذاب ويزول الشك فيه عن أهل النفاق ولا يزال المبين سبحانه يبين لعباده الآيات المتجددة التي تقنعهم بالدين وكأن أهل كل قرن يشاهدون ما يشاهده الأولون أو نظيره قال تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد والله تبارك وتعالى هو المبين لعباده سبيل الرشاد والموضح لهم الأعمال الموجبة لثوابه والأعمال الموجبة لعقابه والمبين لهم ما يأتونه ويذرونه وقد أبان الله تعالى الحق لعباده في كتابه المبين وعلى لسان رسوله قال تعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين أي موضح لكل ما يحتاج الخلق إليه من أمور دينهم ودنياهم فمن علم أن الله هو المبين زال عنه كل شك وازداد يقينه وإيمانه لما بان له من أدلته وبراهينه ومن علم أن الله هو المبين قامت عليه الحجة ولم يبق له عذر قال النبي صلى الله عليه وسلم لا شخص أحب إليه العذر من الله من أجل ذلك بعث الله المرسلين مبشرين ومنذرين فإذا بان لك الحق فاتبعه ولو خالفك الأكثرون قال الفضيل بن عياض عليك بطريق الحق ولا تستوحش لقلة السالكين وإياك وطريق الباطل ولا تغتر بكثرة الهالكين بعث الله أراهي بعث الله أراهي اشتركوا في القناة